إلى ذلك ناقش المحافظ عدن أو محمد عدن أحمد حامد لملس مع صندوق النظافة والتحسين ومدير عامل منصورة وعدد من المهندسين مسودة مشروع أرصفة كالتكس الحسوى وجملة من المشاريع بمختلف مدريات عدن وتدارس الاجتماع خطط وتصورات وتصاميم عدد من المشاريع شملت كورنيش ساحل أبيان واحتياجاته والبدء في عمل الخطة التنفيذية له والمرحلة الثانية من حديقة عدن مول وعددا من جولات محافظة عدن إضافة إلى الإطلاع على نسبة الإنجاز في عدد من حدائق المنصورة وحديقة فيكتوريا والنصب التذكري في التواهي